تعطي الإحساس هذاك يقدر المخرج يمر هذا المشهد من خلالها ربما أكثر بقليل من الرجل نركزنا على أشياء شوية سمحوا لي أنا أنا منيش ما ش عندي ماستر دوت على النقد و ما ش عندي دكتورة على النقد أنا يمكن نحكي حسب التجربة نحكي كمان الجمهور رثم الدرائق يمكن يمكن أنا مدام طاحت للفرصة باش نكون في هذا الكرسي هذا يجب أن نقدر التعب على الناس على المشروع أي مشروع سواء ناجح أو غير ناجح نقدر المشروع أنا من جانب السطحي منذ ما خلق الكون يوجد صراع ما بين الرجل والمرأة وتقدير المرأة وتقدير الرجل ولكن نحن في نفس الوقت نحن هذه بلادنا نحبوها نعم جزائر نحبوها نحن كيش واحد ما يغيرش على جزائر أنا جو بريفر كمخرج ولا مخرجة تمدلي صورة الجزائر بنية صادقة بنية عندها في مستقبل وتحريك حضارة أمة فهمت أحسن من أجنبي يروج لي أفكار سامة فهمت في تشتيت أمة في عقيدتها في أخلاقها في درستها فهمت فهذه السنة هاد السنة لازم احنا نكون على الأقل صورة للمجتمع اللي رايشوا فينا احنا كما يكونش بديل وما يكونش إبداع وما يكونش طاقة إيجابية ما راحش يكون مستقبل لمجتمع جزائري متحضر متخلق رائع في العلم انتاعه إذا اعتقدنا أن الطاقة فهي آخر شيء سوف نبقى من أواخر الشعوب إذا ما كاش حنا عدنا بديل فالنفس أمارة بسوء صحيح فهمت لذلك غلوبالما نحكي على المرأة الجزائرية أكيد وأنا نقدر السامية والشيء تحكي بسك هي تحكي تحكي بصدق تحكي بإنسانية تحكي بموضوع المرأة تحكي بهاديك السنسيريتي بينها وبينها بين الزنمو اللي خلقتها سبيروتيا لها هي فهمت تحكي بكل صدق بس احنا من لازم يفهم الجمهور الجزائري ما نحكيش على السطحيات السطحيات هادي يمكن يحكيها إنسان عادي يمكن يكون جزاره عنده تقافته اللي انترك موجود هنا في كرسي أنت ما راش عندك نقد الدكتورة في النقد ولكن عندك تجربة كما أمين عنده تجربة كممثل وكمخرج عنده حق يتكلم ولكن احنا لازم نحكيه على حاجات مهمة جدا لأن احنا عاد السنة عدنا مخرجين رائعين عندهم فكر واضح ما عندهم شنية فاسدة لهذا الجمهور الجزائري أما برابور المشاريع اللي راهي في المغرب العربي هي في تسميم والترويج أفكار مسمومة للمجتمع المغرب العربي مثلا نحكيه على على إنسان الفيطنة على المغرب العربي دون ذكر اسم المسلسل وادوك ده إنسان يحب ربي ويصلي ويعيش مع وحده مثلا في الحياة حرام لماذا يعطي صورة لهذا الإنسان طيب ربي أو العاشة كما هكذا تطي صورة خاطئة فهو ما عندهم هذك التسميم في الأفكار المجتمع فسحنا مسلسلتانا أفكار تحق أفكار تحق أفكار أفكار ما عنده حتى سلبيات بالعكس حتى نكامل الحياتنا الاجتماعية والناس فهمت باللي هاو الإنسان يروج المخدرات ويروج ويروج نهايته كيفاش كانت وربما هذا الموضوع يقلق شوية الناس ليتروج المخدرات أنا جووالي شوز كمسا طيب شكرا لك رشيد عندك تعقيم ياساميا في عجاب